السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعلينا ستعين وعلينا توكل انشاء رحمننا نتكلم في المحاضرة رقم 10 في الفيديو رقم واحد كما تعودنا وكما عبرتكم ان الفيديو الاول بيكون لكل المحاضرة وممكن ناخد من السلايد او اثنين نتكلم في بتاعت المحاضرة بتاعتنا طيب المحاضرة كلها بتتكلم عن ايه يعني بتكلم عنها نظرية اسمها او ان كان النقط بتاعي يكون ايه او كان النقط ايه طيب ايه ده هي بتساوي كده حاجة اسمها البروبيليتي نظرية الاحتمالية اي احتمالية عندي بتكون عبارة من زيرو الواحد زيرو فهي فهي هتحصل وان هي عمره ما هتحصل واحد في احتماليتها هتحصل بالنسبة كبيرة واللي بين زيرو واحد طبعا في ارقام ايه ان كان الارقام دي يكون انشكلة عامل ازاي من واحد لا من واحد ليه اه تسعة اه فدي احتمالية ان هي تكون هي حدوثة مع ان اي احتمالية ممكن تكون مسلا او انا عندي اكتر من احتمالية ما بفروض مجموعة الاحتمالية دي في الاخ تدي واحد تمام لان اي احتمالية عبارة عن 100% يعني ابسطة الدنيا شوية لو انا عندي فصل في بنات وفي ولاد تمام فالفصل في بنات والولاد دي ايه احتمالية ان انا مسلا ادخل الفصل ويكون ادخل الفصل او انا اختار اه حاجة شوية من الفصل عندي اه ويكون ولد تمام ايه او احتمالية ان ادخل الفصل او مغيins ما ادخل الفصل ان اختار ان كان عد وكون بنت تمام طيب دي ترجع لايه ترجع لعدد الطلاب الموجودين اشوف عدد الطلاب الموجودين كام اذا بويز والطلاب الموجودين كام اذا از الجيرلز وساعتها ابدأ امسك عدد التطلاب عدد التطلاب الولاد على عدد طلاب ككل فيدينا احتمالية ان انا ممكن الشخص لانا اختاره يطلع ولد او العكس ببساطة اجهزة جدا ايه تعالوا انلون زي ما احنا بنلون كده ايدي نظيف يعني نبساطها على العقد مقدر ليكم تمام ايدي او تمام لو جينا اختارنا الشكل ده اعملنا ايدي الفصل بتاعنا الجبيل تمام طيب الفصل ده دائم اتقسم الحاجتين تمام بويز و جيرلس ممتاز طيب الفكرة نظيرة الاحتمالية بتقول ايه تمام ايه هي بي تمام لو انا اخترت طالب بويز خدت سامبل عناعنا شوية و جيت اختار قلت ان الطالب ده ممكن يطلع بويز ايه مش شرط المسأل ان كنا بالاسم الاسم اعرف لكن ممكن يكون بليه بالايدي تمام الايدي مش هعرفني حاجة طيب فانا ظريب تقول ايه انها ظريب تقول ان انا احتمالية ان انا اخترت طالب بويز تمام على توتل تمام او نمبر او نمبر او نمبر او نمبر او ايتمس عندي طيب يفترض ان انا عندي مسلا في هنا سبعة ومسلا البنات تلاتاشر في هي ايه الاحتمالية عن متن الاحتمالية بتقول ان انا عدد الولاد على عدد الكل اللي موجودين سواء ولاد او سواء بنات سواء تلاتاشر كام عشرين تمام فعشرين سبعة دي هتبدأ تلاتي ايه تلاتي ني انا وطلعنا كده طبعا في الحساب طبعا ما اعرفش ايه مرحميني عشرين بتسوي خمسة وتلاتين فيلمان فاحتمالية لو ان اخترت اي دي عادي جدا خالص والادي ده ادخلت من عشان هشوف فاحتمالية ان الايدي اللي يطلع عندي يكون ولد هي احتمالية خمسة وتلاتين في المية الباقي خمسة وتلاتين في المية هي مين ايه ايه تكون اا بنت فدي ببساطة جديدة جدا اللي هنبدأ نتكلم فيه في نظرية اللي بتكلم عن نظرية هي احتمالية حدوث الشيء معين في عدد محاولات اللي ممكن تكون عندي او عدد اللي ممكن يكون ايه يكون ممكن يكون عندي ودي نظرية ببساطة جديدة جدا طبعا هي مش ككل بس انا الخاص لك النظرية بتتكلم في ايه اا طيب هي نظرية هتتكلم في حاجة سامبل زي كده لأ اه النظرية هتتكلم عن اا نظري حدوث الشيء حدوث الشيء يعني برضو حدوث الشيء اا اللي هي حاجة بسموها بي اوف ايه اللي هي الايفت تمام الحادث اللي عندي اا اوف دي مش معناها على اوف الكون ديشن ايه اا بتاعي يعني ايه برضو الكلام ده اا يفترض جدلا ان انا عندي اا هنا او تعالي نرسم هنا عندي الفصل متقسم لبويزو جيرلز مفوش مشكلة تمام اهو بس بس الفصل ده تمام الفصل اللي موجود عندي ده في في جنسيات مختلفة تمام متقسمين مثلا جنسيتين ايجيبشنز تمام وسيود ايربيا انا انا اخواتنا وبحبهم جدا في الله ايجيبشنس سودي ايربيا طيب انا عندي مثلا الولاد اا المصريين او تمام ممكن يكونوا خمسة والسعوديون ممكن يكوني سبع البنات السعودية المصريين ممكن يكونوا تلاتة والجيرل السعوديين ممكن يكونوا مسلا تسا دي بالا هتبدأ الكلمة فيها نظرية ان انا هنا مش هجيب ازا توقتي لان هجيب بناء على كونديشنز بناء على كونديشنز بمعنى ايه برضو بمعنى ان انا عايز اختار اه النظرية بتاعتي بتقول ان انا ابدأ ان انا عايز اقول ان انا عايز ابدأ ان اه اه احتمالية لان او اخترت ايديه معين يطلع اه ولد بتاعي نظرية ما تقولي لا ما هنا ممكن اقول يطلع نظرية حدوث ولد بس يكون مسلا تونسي او يكون مسلا سعودي تمام فديه اللي احنا ان انا نبدأ ايه نقوله بس النظرية هنا اسمت ان انا قلت ولد هاختار ولد اناеня اخترت ايديه ما عرفش ان هو ولد ولا بيت اخترت خلاص تمام هنا لا هنا ما تقول انا احتمال نظرية ان يكون ولد وممكن اكون مسلا تونسي او يجيبشان او سعودي تمام فديه بس هنا انا احتمال يكون ولد تمام عن كان سعودي بعد كده لو انا رايز اه اه اسمه ا havه ممكن اسمه ايديy فنظريها بتاعي ان انا اختار ولد بس كونديشن بتاعي يكون مسلا سوريا اختار اي دي معين بس يكون سي ولد طيب هل اختار بقى لأ الارقام كلها لأ انا حطيت نفسي في خانة ان انا يكون ايه اه سوريا ممكن يكون اه ولد عندي فهنا اختار مين اختار الجزء دي فنظريها تقول بقى تقول لي ايه اللي هي الرقم بتاعي اللي اه ولد مسلا سي مصري فانا عندي الولد مصرين كام خمسة طب توت الارقام كام اه سي خمسة وسبعة كام اتناشة طبعا احنا نشطر بالحساب جدا فاروح ليه اه خمسة على اتناشر تمام هتساوي كام هتساوي حوالي واحد اربعين في واحد اربعين في المية من اجمالي اه اه دليا دي كلها تمام فدي كورو اللي بتتكلم فيه نظرية نيف ايه بيز اتمنى اكون وضحتها وسهلتها شوية لكم شوكو في فيديو كاي نتكلم عن نيف بيز ان دي تيلز